هذه أبرز العناوين خطوة زياش غير المتوقعة بشأن مستقبلها مورينيو يستقر على تزيكو كمهاجمه الرسمي ويترك نستيري للإحتياط عجل أنشلوتي يضم نجما مغربيا جديدا إلى معسكر ريال مادريدا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس خطوة زياش غير المتوقعة بشأن مستقبلها يواصل الغموض اللف حول مستقبل الدولي المغربي حاكم زياش مع فريقه قلط الصرية التركية وفي خطوة مفاجئتنا قام النجم المغربي حاكم زياش بحجب جميع صوره مع فريقه التركي في حسابه على الأنستغرام وحسب وسائل إعلام أجنبية فإن آيكس مستردام الهولندية يعد خيارا أقرب لعودة زياش لصفوفها وفق المصادر نفسها فإن أندية سعودية مهتمة أيضا بالتعاقد مع زياش خلال الميركات الصيف الجارية علما أن الميركات انتهى في معظم الدول الأوروبية بينما سينتهي يوم السابع من الشهر القادم إن شاء الله في السعودية مورينيو يستقر على دزيكو كمهاجمه الرسمي ويترك انساري للإحتياط يبدون البرتغالي جوزي مورينيو استقر على المهاجم البوسني إدن دزيكو كمهاجم رسمي لفريق فنربخشا بعد بدايته القوي هذا الموسم مسجلا تمانية أهداف في جميع المسابقة التي لعبها خلال الموسم الجديد في المقابلة يظل المغرب يوسفان صريح بسدوكة الاحتياط وتمنح له دقائق قليلة في كل مباراة بحيث لاعب مباراة وحيدة فقط ضمن التشكلة الأساسية وسجل أهدفا وحيدا فقط وكان يوسفان صريح بالرسمية المطلقة رفقة فارق إشبيلي الأسباني مما كان يساهم في رفع أسهمه التسويقية لا سيما وأنه كان يسجل أهدافا مهمة غير أن جلوسه المتواصل في دوكة احتياط ندي فنربخشا قد يعصف بقيمته التسويقية ومكانته بالفريق عاجل أنشلوتي يضم نجما مغربيا جديدا إلى معسكر ريال مدريد شهدت الحصة التدريبية لفريق ريال مدريد الإسباني لكراس القدم أمس الجمعة تواجد الدولي المغربي يوسف الخديمة وتدرب الظاهر الأيصار للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مع الفريق الأول بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي وجاءت تدرب الخديمة عنه جمال ريال مدريد بعد التعادل السلبي ضد لس بالمص ويستعد الفريق الملكي لخوض مباراة ريال بيتيس ليلة غدن الأحد لحساب الجولة الرابعة من الليغا وليد راقراكي يتير الجدل من جديد بخصوص استبعاد تولتية المنتخبة المغربية تجاهل مدريب المنتخب المغربي وليد راقراكي استدعاء اللاعب أمين حارت متوسط ميدان أولمبيك مرسيلي الفرنسي الذي قدم مستوى جيد في أول مباراتين بالموسم الكروة الجديد في الدورة الفرنسية ونجع حارت في تسجيل أول أهدفه في الموسم الجديد وذلك بعدما منح فريق أولمبيك مرسيلي التقدم أمام ضيفه استاد بريست وذلك بعدما منح فريقه أولمبيك مرسيلي التقدم أمام ضيفه استاد ريمس مؤكدا قيمته الكروي وعلو كعبها علما بأنه قدمت تمررتين حاسمتين في الجولة الأولى للدورة الفرنسي أمام استاد بريست في المباراة التي فاز بها مرسيليا بخمسة لواحد وتفسر بعض الجماهير المغربية غياب حارت بالسبب غضب مدرب المنتخب المغربي وليد رقراكي عليها عقوبة صريحات كان حارت أدل بها بعد مشاركته في كأس أمم أفريقيا حيث قال بأن الكان هو ما أسهم في تراجع مستوه مع النادي مرسيليا أنهدك وإضافة إلى حارت فإن الرقراكي ورغم الأزمة الكبيرة التي يعيشها منتخب المغرب في مركز المدافع الأوسط بحكم أن رومانسيس يفتقد للتنفسي والأمر نفسه لنيف أكراد بالإضافة إلى تعرض لعب كريستال بلاشا دي رياض للإصاباء إلا أن الرقراكي لم يستدعي المدافع جواد اليميق رغم أنه يقدم مستوية جيدة في الدورة السعودة هذا الموسمة لكنه لم يجد لنفسه مكانا في قائمة وليد رقراكي كما استبعد الرقراكي أيضا اللاعب سامي ماي من قائمة المنتخب المغربية وهو الأمر الذي أثر جدلا كبيرا خصوصا أن اللاعب اعتبر أمر استبعاده من قائمة وليد رقراكي أمرا شخصيا مع المدرب وعبر اللاعب عن استياءه من هذا القرار بطريقة غير مبشرة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نيف أكرد جماهير ويستهام تطور في وجه إدارة فريقها أثر انتقال المدافع المغربي نيف أكرد من نادي ويستهام يونيتد إلى نادي ريال سوسيداد الأسباني غضب جماهير الفريق الإنجليزي حيث عبر مشجعون عن استياءهم من هذا القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغربت الجماهير قرر إدارة ويستهام بإعارة أكرد خاصة وأنه لم يحصل على فرص للاعب بشكل منتظم منذ بداية الموسمة وترى الجماهير أن أكرد أفضل من العديد من المدافعين الحاليين في الفريق الإنجليزي وحملت إدارة النادي والمدرب مسؤولية هذا القرار معتبرة أنهم لا يقدرون قيمة اللاعبين المميزين وشكرت جماهير ويستهام اللاعب نيف أكرد على جهوده خلال فترة وجوده في الفريق متمنية له التوفيق في تجربته الجديدة مع ريال سوسيداد مدرب ريال سوسيداد قلت للإدارة إما أن يأتي أكرد أو لا يأتي أي مدافع آخر أكد مدرب ريال سوسيداد إيمانويل ألغوستيل أنه اشترط التعاقد مع نيف أكرد لتعزز خط دفاع فريقها قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأنه لم يكن يريد أي مدافع آخر في حال فشله في ضم اللاعب المغربي وصرح ألغوستيل في مؤتمر صعفيا قلت للإدارة إما أن يأتي أكرد أو لا يأتي أي مدافع آخر واتبع كنت أرغب فقط في ضم أكرد وأوسكارسون ودونهما لا أريد أحد آخر وكما لحدثهم وضحا أكرد لعيب قيادي في خط الدفاع إنه يجد اللغة الإسبانية وهو لعيب تنفسي وقوي يذكر أن نيف أكرد قد يسجل ظهوره الأول مع ريال سوسيدات في مباراة خطاف غدان الأحد إن شاء الله لحزاب الجولة الرابعة من الليغا خطوة رئيس الويداد المغربي أيتمنى تحسم التحاقد مع بيرسيتاو كشفت تقرار صعفيا مصرية وجنوب إفريقيا عن تجهيز نادي الويداد عرضا لتعاقد مع بيرسيتاو لعب النادي الأهل المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وانضمت تاو إلى الأهل قادما من برايتون الإنجليزي صيف 2021 وأقضى ثلاث سنوات بقميس المارد الأحمر حتى الآن وذكر موقع الساب إكسبور أن الويداد سيقدم عرض لضم تاو من الأهل هذا الصيف وأشار الموقع لأن الأهل سيوافق على بيع اللاعب بدلا من رحيله مجانا بانتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل وأوضح التقارير أن رولاني موكوين المدير الفني يزيد من فرص انضمام مواطن يتاو للاعب تحت قيادته في الصفوف الفريق المغربية ولعبته مع الأهل 109 مباريات سهم في 40 هدفا بتسجيل 27 وصناعة 13 هدفا أخرين اشتركوا في القناة